ايه ازاي لكم عاملين ايه يا رب بكروا بخير طبعا كلكم بتكتبوا لي تعليقات واسئلة كتير جدا على التيك توك وانا للأسف مش بلاي وقت ان انا ارد عليها وعلشان كده قررت ان انا عمل لكم سلسلة فيديوهات على القناة اليوتيوب زي الفيديو اللي تفرجوا عليه دلوقتي هجاوب فيها على كل اسئلتكو وعلى تعليقاتكو اللي بتكتبوها على التيك توك وبمناسبة الكلام عن التيك توك بقى اما تستطيع تعملوا فالو على التيك توك والانستجرام والفيسبوك اكتبوا بس learn different for هيتطعلكوا الاكاونتها على طول انا اسمي احمد حسن وانتو تفرجوا على learn different academy سؤال من شخص اسمه نبيل بورا جراج بيقول الفرق بين good وgoodness هي good يعبار عن adjective يعني صفة لما اقول مثلا I have a good brother يعني انا عندي اخ كويس اما كلمة goodness فهي الكياسة نفسها او الحاجة كويسة نفسها لكن هي مش صفة هي الناعن او الاسم من good for example مثلا لما اقول you have goodness inside you يعني انت جواك حاجة كويسة جواك كياسة لكن انا موصفكش ان انت شخص كويس لكن موصفك ان انت فيك حاجة كويسة وزي ما اقول لها قبل كده ان كلمة good معناها جيد يعني شخص جيد او شيء جيد اما كلمة good فهي معناها بضائع والناس اللي متعرفش معنا بضائع هي عبارة عن السلع والمنتجات اللي انت بتبعها في المتجر بتاعك اذا كنت انت بتشتغل في التجارة ولو عايز تقول ان انت خايف الناس تاكل وشك هتستخدم lose my face مش هتستخدم eat my face لان eat my face لكن لو عايز اقول ان انا خايف شكلي يبقى وحش او خايف الناس تاكل وشي هقول I was afraid to lose my face I was afraid to lose my face سؤال من بنت اسمها أبرار 17 امتى نستعد من want وامتى نستعد من wanna بموتها البساطة هي اختصار لكلمة want to ويستضمها اكتر في اللغة الدرجة اللي هي اللغة العمية بتاعت الانجليز او الناس بكلمة انجلش سواء كانوا امريكان او بريطانيين بس هي مشهورة اكتر عند الامريكان في الامريكان اكتر لكن في اللكنة البريطانية او بريدش اكتر احيانا بيقولوا wanna لكن ده مش حاجة درجة هم العادي بتاعهم ان هم بيقولوا want to بطريقة معينة كده انا مش شاطر او في اللكنة البريطانية بصراحة بس ما بيقولوها بشكل ما زي ده لكن في المجمل wanna بتستخدم في الامريكان اكتر او في اللكنة الامريكية كنت اتكلمت قبل كده في فيديو عن الفرق بين P-E-N و P-I-N فقلت ان الاولينية P-E-N زي نطقها هو PAN P-A-N PAN وده هو القلم اللي احنا بستخدمه اسمه PAN اما التانية P-I-N هي اسمها PIN PIN ففي واحد طلب مني في التعليقات بيقول لي اشرح كلمة P-A-I-N 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 هي كلمة PAIN وده معناها الالم اللي انت تشعر به الالم اللي هو زي الوجع مثلا I feel pain in my hands يعني انا حاسس بالم في ايدي فبمتع البساطة PAN P-E-N لكن P-I-N اللي هي PIN وده الابرة اما P-A-I-N ده اللي هو PAIN وده الالم الوجع مش الالم اللي هو القلم لا الوجع بقى نفسه سؤال من شخص اسمه يوسف عنبة يوسف عنبة It's the least I can do وده معناها دي اقل حاجة انا ممكن اقدمها لك سؤال من صبري 166 بيقول لي يعني ايه Ball Breaker Ball Breaker هي كلمه informal غير رسمية بتعبر عن المرأة او الست اللي بتخليك دايما تفقد ثقتك بنفسك او بتساعدك انك انت تفشل او بتسحبك لورا يعني ما بتخليكش تتقدم بتخليك تتأخر فالست اللي من النوع ده اسمها Ball Breaker Ball Breaker سؤال من سوسي حمادة بتقول لو عايز اقول لابني what's your tone بممتها البساطة لو عايز تقول لابني what's your tone هتقولي له what's your tone لو هو بيكلم معاك كده وفجأة لأتي صوته عالي هو بيتكلم خلي بالك ان صوتك عالي علي هو مرزعات بالشبش في وشك طبعا لو انتي عرب معهم او انتي ام عربية هتقولي له كده اميش اطول عليكم اكتر من كده لو اعجبكم الفيديو باشتركوا في القناة عشان نشوف كل الفيديوهات اللي جاية وكمان تابقوني على تيك توك انستجرام فيسبوك كان معكم احمد حسن من نارفن اكاريمي اشوفكم فيديوهات جاية